خلينا نروح للأخبار المحلية عمومية الأولمبية خبر مهم جدا عمومية الأولمبية تستكمل اجتماعها السبت وبراف يؤكد صحة الإجراءات وعدم موجود تدخل حكومي طبعا هنا احنا بنتكلم في حاجة لا خلونا استطيع لكم الخبر واشرح لكم كمان ايه اللي تم في الأولمبية وايه اللي بيحصل الجامعية الأمومية للجنة الأولمبية المصرية قررت مد جلستها والتي تعملت مبارح لحسم مصير المهند الشامحطة برئيس لجنة الأمومبية المصرية واللي صدر في حق وقرار بالإيقاف والتجميد منذ أيام كمين بقى الأول في اتحاد الفروسية وبعد كده مجلس إدارة اللجنة الأمومبية خدت قرار ده طيب الاجتماع ده عفوا شهد كلمة للجزائري مصطفى بيراف رئيس اتحاد اللجنة الأفريقية الأنوكة واللي أكد من خلالها ان جميع الإجراءات اللي اتبعتها لجنة الأمومبية سليمة وانه لا يوجد شبه التدخل الحكومي وقال المهندس سياسي الإدريس القائم بعمل لجنة اللجنة الأمومبية او رئيس اللجنة الأمومبية المصرية ان الجمالة الأمومية تستكمل اجتماعها يوم السبت اللي جاي بعد رفع تقرير مصطفى براغ للجنة الأمومبية الدولية ويتضمن التقرير التأكيد على صحة الإجراءات وعدم وجود تدخل حكومي وكانت الجمالة الأمومية قد اكتملت بحضور 27 اتحاد الأمومبي وحرص الحضرين على التقاط الصور التسكالية بعد نهاية الابتماع وليتعامل امبارح جوه مقر لجنة الأمومبية المصرية خلينا بس اوضح لكم حاجة ايه هو الأنوكا الأنوكا هو طبعا بيترأسها ما هي منظمة يعني رياضية بيترأسها مصطفى بيراغ الجزائري وهي طبعا رئيس اتحاد اللجنة الأمومبية الأفريقية تاني اللجنة الأمومبية الأفريقية لها رئيس اتحاد فيه اتحاد وده موجود في كل القرات بيبقى فيه اتحاد زي اتحاد الأفريقي لكرة السلة مثلا بيبقى العضاء بتوعهم من الاتحادات الأهلية في كل الدول نفس الوضع الاتحاد الاتحاد اللجنة الأمومبية الأفريقية عضاءه مين اللجنة الأمومبية اللي موجودة فيه كل أفريقيا بيبقى ليهم رئيس في أفريقيا او رئيس أفريقي وده اللي بيشرف عليك مباشرة طبعا حصل لغة كبيرة الفترة اللي فاتت وجيه جواب شفنا ترجمته في بعض المواقع الجواب ده كان جاي من رئيس الاتحاد الدولي للفروسية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية بيقول يعني محتوى يعني انتوا محتاجين تراجعوا نفسكم في هذا القرار وانا احنا مش عايزين يبقى فيه اي تدخل والكلام ده كل ولكن النهاردة بالجواب اللي بعته مصطفى براب ده بيينهي كل شيء وطبعا اكيد الجامعان الأومية اللي هتمتد لغاية يوم السبت القادم اكيد هيبقى لها قرار ولو اتخذ قرار في الجامعان الأومية بتجميد المهندس شام حطب او سحب الثقة منه الموضوع هيختلف تماما تماما لان النهاردة ما حدش يدعوا لك تدخل حكومي ليه لانه النهاردة قرار الجامعان الأومية ازاي ما قرار الجامعان الأومية جابتك ازاي ما الجامعان الأومية لقيت لك شكرا طيب هيقول لك اصل الدعوة للجامعان الأومية باطل مين اللي قال حتى لو الدعوة للجمعية العمومية أنا بقول بفكر معكم حتى لو الدعوة للجمعية العمومية اختلفنا فيها ولكن في الأول والآخر دي الجمعية العمومية إن شاء الله اجتمعوا مع بعض كده وقدموا طلب وعايزين يجتمعوا دي جمعية العمومية هي سيد قرارها فالنهاردة مع احترامي لإجراءات جمعية العمومية احنا نختلف في صحتها أو عدم صحتها ولكن دول الجمعية العمومية فالجمعية العمومية النهاردة لو سحبت الثقة يوم السابت القادم مدل متوقع من المهند شام حطب هيبقى كده شابتر كلوزد وانتهى الموضوع وهتبقى الموضوع انتهى تماما خلاص وهتبقى الدنيا قفلت والمهند شام حطب هو القائم بالأعمال لحين انتخابات جديدة بقى نشوف مين هيجي رئيس اللجنة الومبية وتصور انه هيبدل في الوضع ده للانتخابات الجديدة اللي هتبقى بعد لجنة الومبية او البطولة الومبية او الولمبيات القادمة في شهر تمانية بإذن الله في باريس